أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيسرية تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية جديدة في إيلات والبحر الأحمر وخليج عدن سادفت بالصواريخ والمسيرات مدمرة أمريكية وسفينة بريطانية وأهداف لكيان الاحتلال قامت القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية على النحو التالي الأولى أطلقت من خلالها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة فيما العملية الثانية في خليج عدن حيث نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة بريطانية آيلاندرا في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أما العملية الثالثة فقد تم من خلالها استهداف مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة